السلام عليكم البنات مرحبا بكم في كوزين تحانا صحاف طوركم وان شاء الله تكونوا كامل بخير يا رب اليوم البنات هذا الطبق الاخر اللي راح نمده لكم راح نبدأ معكم في الحلويات ان شاء الله علوغ البنات هنا راح نعطيكم طبق جد و لذيذ رهيب يعني عن جد بنت وبنينة بالبزيب وما يتشبعش أنا هذه الكمية درتها والله ما شبعنا منه راني عملته في القناة ولكن بطريقة اخرى عملت مع القطع البطاطة المقلية هنا استغنيت عليها يعني و عملت هذا الوصفة يعني مغايرة لاخر الطبق الاخر اللي راح في القناة برك فيه البطاطة المقلية معاهم وهنا نحيتها خليتوا يعني صحي خضار كيما هي كيما راكم تشوفوا هنا خضيت كاس تعمى جلبانة وزوج حبيتوا لثلاثة جازر قطعتهم هكذا يبتدي صغار ودرتهم يفوروا لبنات حتى تراولة وزبدة كيما راكم تشوفوا هذا الطبق يعني نقوله صحي في الخضار سيخطو يعني خاصة للاولاتها ما يقلوش الخضار نحاولو نعملو منهم في وصلي غاتا هكا في الحشو وتع البورك في الحشو وتع اي عجائن يعني يجي ما يفيقولوش ويجيبنين ورايحين يعني يفيدهم هذو تفيدهم كامل هذو الخضار هنا ناخذ ناخذ مقلة نعمل فيها مغرفة زبدة ماشي معمرة ومغرفة زيت ونعمل يعني شوية تعال بصل النص حبة بصل صغيرة حال النص حبة بصل صغيرة ما نقطروش البصل نحطوا البصل تعنا مقطع هنا قطحتو هكذا جوزت بالموس ما ربيتوش وخليتو ذبازوش دقائق ثلاثة لا اكتر وحطيت عليه الحم المفروم كيما راكم تشوفو اللحم المفروم ندير رشا ما حد اللحم ما زال ما دخلوش طيب ندير رشا في الفلكحل رشا ملح ورشا قرفة لبنات القرفة تعطي اللحم المفروم تاعنا المفروم ذوق راهيب يعني جدو لذيذ وكي يأكلون البلاد ناس يسقسوني على هذا السرطة هذا النقهة في البلاد يولي يجربوها في اللحم المفروم كيما دلتو كون في البلاد وقولولي هنا نضيف الخضر تعنا لي فارت مع اللحم المفروم من بعد ما اللحم المفروم تعنا losers issyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy fus نضيف 4 طماطم و نصف طماطم صغيرة نربيها و نخلطها مع الخضر و اللحم المفروم 1 طماطم و 3 طماطم نضيف 4 طماطم و نصف طماطم صغيرة نضيف 1 طماطم و ليمونة و نخلطه و نخلطه و نخلطه هنا المقلة تعمل عندها شغطي و نخلطه و نخلطه و راكم تقلبو فيه من الحين الاخر شوفوا جوست ينشف ماشي حتى يولي يدير هذيك التقطقه في المقلة اللحم و الخضر تعمل راكم تشوفوا فيه يبرق يعني جوست ينشف انو يقعد مندي ماشي نشف حتى يتقطق في المقلة يتخلوه مندي شوية هذا هو ثاني سر من أسرات البنات باش ما يجيناش ناشف هنا كما راكم تشوفوا المقلة لها ضفتها البنات باش الحم التاعنا يتجانس مع الخضر والخضر تدي ثاني البنات على الحم و يعطوني طراوة الماء يطريهم و يجانس هذيك النكهات و يعطيه طراوة و يجي رائع جوست ينشف الماء يقعد البلاك كما راكم تشوفوا تعنا مندي ماشي ناشف حتى يتقطق ولا يتحمل لا لا هذا هو سر تفح هذا البلاك ألغوا هنا انا درت خمسة و لستة بيض لا أعطي شفيت أو لا اشفيت خمسة و لستة كما راكم تشوفو فيهم البيض بتاعنا البنات لازم نكهوه ندورو رشاة في الفي العكرية في الفي الحمر و رشاة ملح و رشاة في الفي الكحل البيض لازم انكهوه باش يجي البلاك بتاعنا بنين و بيجي البيض بتاعنا بنين كما شفته ستفته في بلاك كما تشاهدون جبن مقطع و جبنة شيدارابي تطعطوا ذوق كراهيب جبنة شيدان لبنات ولا أروح وبصحة حاول هنا